بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط السلام عليكم وإهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة ثلاثين وكذلك صفحة واحد وثلاثين طبعا عزيزي الطالب هاي المناسبة الثالثة المناسبة الأولى شرحت لك ولو تلاحظينا الكمباراتف لازم تشوف درس الكمباراتف اللي هو الدرس الأول الجزء الأول هذا هنا علمتك كيفية تحويل الصفة الاعتيادية للمقارنة يأما ضيف اي ار يأما ضيف مور يأما تكون النشوات هذا أول درس اللي هو الجزء الأول بعدها آن ياكوش أخذنا أخذنا الجزء الثاني اللي هو كيفية توصف شيئين أو مقارنة شيئين باستخدام ثلاث طرق مختلفة الطريقة الأولى الطريقة الاعتيادية والطريقة الثانية المعاكسة والطريقة الثالثة طريقة آز آز هذاني المناسبتين أما بالنسبة للمناسبة الثالثة عزيز الطالب راح اشرح لك ياهنا وايضا على نفس الموضوع اللي هو كومباراتف لكن أفكار مختلفة ولو تلاحظ الفكرة الأساسية اللي جاي على حسابه هنا هي كومبارينغ مقارنة the present المضارع الحاضر الحالي يعني مقارنة هسا and with past والماضي يعني مقارنة الحاضر والماضي with باستخدام أو مع used to اللي معناها اعتادة على هاي used to اعتادة على من الريد نقارن بين المضارع والماضي نستخدم used to زين هاي الطريقة انا راح اسميها حتى تحفظ لي اياها طبعا هي طريقة used to هذا الموضوع مهم جدا جدا وراح اشوفها بالسادس العدادي كذلك هذا موضوع اساسي على العموم انا اش راح اسميها راح اسميها هاي الطريقة الرباعية والسببيا السبب الاول انت اخذت بالمقارنة طريقة احتيادية وطريقة معاكسة وطريقة آز آز دني ثلاث طرق اما هاي طريقة الرابعة سميتها رباعية يعني الفكرة الرابعة يعني الرباعية هذا سبب والسبب الثاني راح اسمي من اشرح لك القاعدة راح تعرفها عزيزي الطالب هاي القاعدة القاعدة راح تشوفها بادية باسم وهذا الاسم ربما يكون بلد مثلا اراك العراق او مدينة مثلا هلا كوت باكداد موصل بازرة والى اخرى عزيزي الطالب هذا الاسم اذا كان مفرد خلينا اس واذا كان جمع نخلي ار بعدها لازم هنا عندي مقارنة والمقارنة البساطة الصفة لوضي في الار لوضي في الامور لوشا ذات تتحول مقارنة بعد عندك ذان والذان مهمة الذان دائما من تشوفها لازم عندك يناشنوة صفة مقارنة بعد احسبوا يا يحسب واحد اثنيا ثلاثة اربعة اذا هاي الرباعية واحد اثنيا ثلاثة اربعة ايت يوستو بي ايت يوستو بي معنى انه اعتاد على يعني هاي المدينة او هذا البلد انقول علي انه اعتاد على ولو تلاحظ لازم اربعة موجودات لازم اربعة موجودات ايت يوستو بي لذلك هاي طريقة اسمها الارباعية يبقى يبقى الطالب يسأل ومن حقه شون تجاه الطريقة بالامتحان ولاحظ عزيز الطالب ويا ايه هل اللي هي الحل لاحظ اش تعتبر مدينة بعد اش خلي انا از هاي الاز النوبة غرينة لاحظ غرينة صفة شنوة مقارنة وبعدها شنوة الذان شوف الذان وبعدها يلا اختار لي من اختيارك الصحيح ايت يوستو لو ايت يوستو لو يوستو وبعد يان عندي بي اوكي هاي بي هاي واحد بعد اش قد بقى حتى يصير ان اربعة بعد ثلاثة خنشوف منو ذاني بيهن ثلاثة هاي واحد اثنين ما بيها واحد اثنين ثلاثة اي هاي بيها ثلاثة خنشوف هاي بيها ثلاثة واحد اثنين لا اذا هذا الجواب الصحيح نحسبهن واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا نتحقق الشرط الرباعية نقراهن ايت يوستو بي ش كم مرة جاي وزاري جاي ثلاث مرات وزاري بهاي الطريقة لاحظ خليها بالك انه يقصد على الحلة اعتادت ان تكون يعني هسا شوف خلى اجيك للمعنى يعني هسا الحلة غرينر بابل غرينر اكثر خضارا من انه او انها اعتادت ان تكون يعني قاعقار انهسا مع الماضي على الرغم من انه بابل افضل بكثير يعني كمدينة حضارية حضارة بابل وانهسا ساكلاوات على العموم انمشي انمشي نروح المين نروح للنقطة الثانية اراك اللي هو العراق اراك از غرينر لاحظ غرينر نفسها ذان فراغ وعدي بي هاي واحد اجيك بقى عدي ثلاثة لازم اكو ايت يوز تو نيجي ايت يوز تو ايه هذا الجواب خلاص اعاش تيدك زيان هذا ليش خطأ ما عندي هنا عدي ووز وها جديدة ما يصير وهنا انا اش عندي عندي اثنين ايت يوز نقصها تو اذا نجي ايت يوز تو اوهاي البي لان الرباعية ناخد بعد طبعا هسا قاعي قارن العراق هسا اكثر خضارا مما كان سابقا نجي لمن بغداد بغداد عاصمتنا الحبيبة اوكي مدينتنا الجميلة اس مووو ايضه الكراؤد ولو تلاحظ كرافدد معناها مزداحمه اكثر ازدحام هسا صح ايو والله ازدحامه ما تكتل يا بله ايه صح هسا صح هسا هذا الكلام صح بغداد از مووو ايضه كرافدد من هناش مطلوب من عندي مطلوب من عندي اختار یا اما يوز تو يا ام ايت يوز تو يا اما ايت يوز فقط نجي نخسب عدي البي برارة بقان ثلاثة من هو بيهن الثلاثة هذه فلو تلاحظ يقارن بغداد اوكي هسه حاليا بالوقت الحاضر اكثر ازدحام مما شوف بغداد اعتادت ان تكون وفعلا هسه السيارات كثيرة جدا جدا انا اريد من عندك اريد من عندك تركز ترى تركز لعلى القاعدة هاي لازم يجي قابلها مقارنة وشوف عندك هاي مور كراوديد هاي شوف مقارنة ضيف لها مور هنا عندك مقارنة بها ولاحظ بالاضافة الى الرباعية بعد ناخذ الفكرة الرابعة كوت الكوت از جرينر اكثر خضارا دان فراغ بي اذا ات يوز تو وهاي البي ات يوز تو بي طبعا انتبه البي دائما نخلوها برا بس اذا ما خلوها انت تعرف لازم عندك اربعة احتمال يخلي الات هنا ويدخل البي جوه انت لازم عندك بهاي الجملة شوف كوت از جرينر ذان ات يوز تو بي شكاية اربعة رباعية خليها ببالك ذنة اربعة لازم يجنسوا اراك از هنا شوف الفكرة تختلف هنا الفكرة شنو تختلف الات يوز تو بي الرباعية موجود ات يوز تو بي موجودة لكن منطيني ذان ومنطيني قبل الفراغ ومتفق قبل الذان لازم عندي صفة مقارنة نجي الازي جرين از مقارنة هاي تشتغل والجرينر ايضا مقارنة تشتغل والجرين لا ما تشتغل ليشن هاي صفة مجردة نجي زين استاب يلا هسان اخلي هاي اخلي هاي اذن اثنينات المقارنة ايه تعالاني اياك لو تذكر انو الذان والازاز متع اركات ما يجن اثنينات هاي بجملة هذا سبب والسبب الثاني الازاز تريد نفي وهنا ما عندنا في اذن جوابك هو جرينر لاحظ عزيز الطالب هذا بالنسبة للرباعية ايش تبقى تبقى عندي هاي الجملة طبعا انا ما قانع بها بس هي موجودة بالكتاب اوكي وهم تحتوي على الرباعية بس بشكل مختلف يعني هنا ما عندي اسم بلد ما عندي هاي المهم راح ترجم لك ياه وفهمك ياه بس انا ما قانع بها لاحظ ليش ما قانع بها انا ما قانع بالمعنى مو التركيب التركيب ما بيشي اسمها there is more wild life ال wild life يعني حياة برية حياة البرية يعني الطبيعة وإلى آخره يعني الحيوانات مساكن حياة برية لاحظ يقول هس حاليا هناك الكثير من الحياة البرية أكثر مما اعتاد عليه يعني هس الحياة البرية أكثر من أكثر من قبل طبعا هذا الشيء مصح ليش؟ لأن هس حاليا تصحر بتلوث باحتباس حراري وإلى آخره على العموم نجي المن نجي قاعدتنا قاعدتنا الرباعية مكان ما اتصار عدينا صار عدي ذر يعني أنا جيبتها هي موجودة بالمنهج بس أنا جيبتها ليش خاف تجيك بالامتحان انطاك وايد لايف بس وقال لك صح لازم تخلي قدامها مور حتى تحول لها مقارنة زين استاذ لش ما ضفنا الار ويق هادي أكثر من مقطع شون تضيف الار فلازم شنو مور خلاصنا منا بعديا هنا ما عدي اتش عندي عدي ذر وبعدين يوستو بي ايضا نحسبها واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا عزيز الطالب بالنسبة الى شرح وتفصيل فكرة الرباعية اللي تخص المقارنة عندما نقارن الحاضر مع الماضي باستخدام يوستو لحد لنا انتهى درسي والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته